موسيقى أهلاً بكم أعيت الدبلوماسية السعودية كل متابعها بمفارقات من الحجم الثقيل فبعد أن ساهمت بنشاط في حملة شيطنة قطر على خلفية أمور من أهمها اتهام الدوحة بالارتماء في أحضان إيران ها هي الرياض تستصدر تأشرة لوفد دبلوماسي تعتزم ورسله إلى الجمهورية الإسلامية ليتفقد المقرة الدبلوماسية للمملكة هناك في مؤشر كشف في نظر كثيرين فصولاً من صلاة جرت بين البلدين بعيداً عن الأضواء وعن الضجيج المثار داخل الأزمة الخليجية أحمد جرار والتقرير التالي قبل أن نشرع في النقش هل بات قطار العلاقات السعودية الإيرانية على موعد مع انطلاقة وشيكة تذيب بعضاً من الجليد المتراكم على سكة الرياض طهران سؤال أضحى وجهاً في ظل تأكيد ناطقي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تبادل كلا البلدين منح التأشيرات لوفود دبلوماسية ينتظر أن يبدأ كل منها زيارة للطرف الآخر في الأيام القليلة القادمة ورغم تأكيد قاسمي أن الزيارة المنتظرة للوفد السعودي ستقتصر على تفقد المقار الدبلوماسية في كل من طهران ومشهد وأن زيارة وفد إيران ستقتصر أيضاً على تفقد المقار الدبلوماسية في السعودية فإن ذلك يعد بكل الأحوال نقلة نوعية في مسار العلاقات المتأزم بين البلدين منذ مطلع العام الماضي وتحديداً منذ أن أقدم محتجون إيرانيون غاضبون من إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر على اقتحام السفارة وقنصلية الرياض التي ردت حينها بقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع طهران وبانتظار التداعيات المرتقبة لتلك الزيارات فإن رهان على إمكانية إحداثها انفراجة حقيقية قد يبقى محل تساؤل لا سيما في ظل ما يمكن وصفه بالتردد الذي بات يلازم خطوات الدبلوماسية السعودية تجاه جارتها على الضفة الأخرى من الخليج إذ بدأ لافتاً حصول الرياض وبحسب تصريحات قاسمي على التأشيرات الإيرانية قبل شهرين أي بالتزامن مع مطالبتها لقطر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كشرط أساسي لحل الأزمة الخليجية ولرفع الحصار المفروض من طرفها على الدوحة فضلاً عن نفي الرياض وقبل عدة أسابيع طلبها وساطة بغداد لتخفيف التوتر مع إيران كما صرح أنذاك وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي فهل أصبحت الرياض كمن يقدم قدماً ويؤخر أخرى على درب العلاقات مع طهران أم أنها حقاً حسمت أمرها تجاه هذا الملف وأياً تكون حقيقة ونية الدبلوماسية السعودية سواء كانت باتجاه التهديئة وتخفيف التوتر أم باتجاه إعادة العلاقات إلى سابق عهدها فإن السعودية قد تجد نفسها وجهاً لوجه أمام استحقاقات صعبة لعل أبرزها تصاعد حدة التوتر والتصريحات المتبادلة بين أبوظبي وطهران والتي كان آخرها وصف رئيس مجمعي تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي للإمارات بأنها مجرد برج من ورق سينهار حتى دون صواريخ فضلاً عن الإرث الثقيل من الخلافات وتباين الرؤى بل والمواجهة غير المباشرة بشأن عدد من الملفات الساخنة في المنطقة على رأسها اليمن الذي كان مسرحاً لما يمكن وصفها بالحرب بالوكالة بين السعودية وإيران إضافة طبعاً إلى ملف الأزمة السورية الشائكي والمتشابك ولملاقشته هذا الموضوع يضم إلينا من بيروت المحلل السياسي توفيق شمان ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قوص مرحباً بكم سيد شمان أضحى من شبه الأكيد بعد هذه الخطوة وما سابقها من استعدادات أن جسور التواصل لم تلقطع يوماً بين السعوديين والإيرانيين رغم ما تحرص الرياض دائماً على التصريح به من أن ذلك ليس صحيح نريد أن نفهم الثابت من المتحول في هذه العلاقة بداية تحية إليك سيد الحبيب وأيضاً تحية إلى الدكتور قواص أنا أعتقد بأن قنوات الاتصال لم تقفل يوماً بين تهران والرياض ولو عدنا على الأقل إلى بداية السنة الجارية لو وقفنا على مجموعة من المواقف الإيجابية من تهران باتجاهها السعودية طبعاً ورد في التقرير بداية بأن هناك وساطة عراقية أنا بإمكاني أن أؤكد بأن هذه الوساطة كانت وساطة جدية برغم النفي السعودي عنها ثانياً أيضاً هناك وساطة كويتية أيضاً كان أشار إليها وفي مؤتمر صحفي علني أيضاً السيد خالد الجرالة نائب رئيس نائب وزير الخارجية الكويتية وهذا كان في حزيران يونيو أيضاً نحن أمام وساطتين حقيقةً شهدتهم الأشهر القليلة الماضية وساطة عراقية تم الإعلان عنها من تهران ووساطة كويتية تم الإعلان عنها من الكويت أيضاً لكن أيضاً بإمكاني أن أشير إلى بعض المواقف على سبيل المثال محمد جواز زاريف وزير الخارجية الإيرانية كان دعا في كانون الثاني يناير الماضي وأتوقف تحديداً عند يناير الماضي لأنه معي وأمامي مجموعة من المواقف لمسؤولين إيرانيين من ضمن محمد جواز زاريف في مؤتمر دافوس دعا المملكة العربية السعودية إلى تسوية الأوضاع في اليمن وسوريا والبحرين كما تم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية أيضاً علي شمخاني أيضاً أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قال حرفياً بأن تهران لا تريد إسقاط النظام السياسي في المملكة العربية السعودية بل في حال تهدد هذا النظام بأن إيران سوف تساعده هذه تصريحات لكبار المسؤولين لكن بما له علاقة أيضاً بالحج يعني هي بدأت حقيقة الاتصالات في شباط فبراير الماضي عندما تلقى مندوب بولاية الفقية في الحج يعني حجة الإسلام علي قادي عسكر رسالة من المسؤولين السعوديين للتفاهم حول موسم الحج المقبل الذي نعيش أجواءه في هذه الأيام وفي هذه اللحظات ما أود إجازه بصورة عامة أعتقد بأن قنوات الاتصال لم تقطع بين تهران والرياض الطرفان حافظاً على أكثر من شعرة معاوية على شعور معاوية أعتقد وهذه على أي حال يفترض أن تكون السياسة بهذا الشكل ولكن بالوقت نفسه طالما نحن أمام سؤال مهم هو تبادل زيارات مرتقبة لوفدين لتفقد سفارات البلدين وقنصليات البلدين نحن لا نقف فقط أمام زيارات تفقدية أعتقد بأن نقف أمام عتبة جديدة من العلاقات بين الطرفين لأن هاتين الزيارتين المفترضتين لهما علاقة بتفقد سفارات وبالتالي لعمل دبلوماسي مقبل قد تكون الإجابة المتسرعة فيها شيء من التكهن والتوقع السلبي ولكني بإمكاني أن أكون نعم متحفظة على أن العلاقات الإيرانية السعودية في الطريق نحو الحلحالة طيب سيد قواص هل الأمور على عتبة عودة العلاقات بين الطرفين؟ يعني أنا أعتقد ذلك أعتقد أن هناك حاجة باتت للسعودية وإيران لإعادة الوصل على الأقل على المستوى الرسمي بين العاصمتين وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية واضح جدا أن طلب إيران فيما سبق وطبعا يجب التنويه أن الطلب كان دائما يأتي على لسان وزير خارجية الإيراني بفتح حوار وكانت السعودية متحفظة أو لديها شروط على أي زيارة يقوم بها وزير خارجية وأعتقد أن إيران في لحظة معينة كانت تريد فتح حوار مع السعودية من موقع المنتصر أو من موقع المتفوق أعتقد أن الميادين اليوم في العراق وفي السورية وفي اليمن خصوصا لا تدعو من جديد إلى فتح حوار على قدم المساوات لا أعتقد أن إيران أو السعودية استطعت تسجيل نقاط تفوق هناك تقدم لهذا البلد على حساب البلد الآخر والعكس صحيح وبالتالي أعتقد أن الرياض تحتاج إلى الحوار مع إيران كما تحتاج إيران إلى هذا الحوار مع السعودية مع ذلك عند الكلام عن استقبال حيدر العبادي رئيس الحكومة وبعد ذلك وزير الداخلية ثم الكلام عن وساطة من قاسم الأعراجي تم نفيها كل ذلك يوحي أن هناك جو من أجواء الإيجابية وخصوصا هذه المصافحة المفاجئة الشهيرة في إسطنبول بين وزيري الخارجية الذي صحيح أن محمد جواز زريفي قال أنها مصافحة شخصية لها علاقة بعلاقة الشخصين ولا يمكن تفسيرها أكثر من ذلك لكنها تعطي انطباع شكلي أن البلدين ذاهبين في هذا الاتجاه ثانيا أن التفقد السفارات كان ممكن أن يكون به فرق تقنيون لكن البلدين آثراء يكون التفقد على مستوى وفود ديبلوماسية وأعتقد أن الخطوات المقبلة وهي خطوات تتم بتأني شديد قد تذهب باتجاه إعادة العلاقات علما أنه في الأسابيع الأخيرة وبشكل عجيب اكتشفنا حالة تهدئة إعلامية صحفية من قبل السعوديين والإيرانيين سيد شمان إذا وضعنا هذه التطورات في بيئتها الإقليمية أنصح التعبير أليست هذه إيران التي من أجل العلاقات معها شنت حملة شعواء على قطر كيف يمكن فهم هذه المفارقات في الدبلوماسية السعودية بدون شك مطالبة قطر بقطع علاقتها مع الجمهورية الإسلامية كانت ذريعة لأعتقد ذريعة قد يكون لها أبعاد ما بعد السياسة ربما قد يكون لها نوع من التحريد المتضمن شيء من الطائفية والمذهبية للأسف هذا هو بيت القصيد السياسي ربما هنا علما على سبيل المثال بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول لإيران في المنطقة بحسب كل الدراسات الإقصادية بأن 30 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبين إيران زائد أيضا بأن الكويت برغم ما أثيره مؤخرا عن شبكة العبدالي وما إلى ذلك هي أيضا علاقتها مؤخرا تم خفضة مع إيران وتتمتع بصورة أساسية بعلاقات ممتازة زائد أيضا الطرف الآخر سلطنة عمان أيضا على قطر شبه استراتيجية مع إيران أنا أظن بأن المملكة كانت تريد أن تأخذ قطر يعني أن تقود القطار وتعطي لقطر مقعدا خلفيا وبالتالي تجر وراءها من هنا كانت الحملة السعودية على قطر وربما على غير قطر حتى بالنسبة لسوريا كانت تتهم أيضا سوريا بأنه علاقاتها مع طهران وبالتالي بأنه جزء أساسي أيضا من الموقف السياسي السعود اتجاه الدولة السورية أو النظام بسوريا له علاقة أيضا بعلاقاته مع إيران الأمر ذاته بفترة من الفترات تم توجيهه أيضا إلى حكومات عراقية متعاقبة يعني نحن بصورة عامة أمام سياق عام للمملكة العربية السعودية سياق سياسي تحريدي كانت قطر ضحيته في الفترة الأخيرة إن كان من خلال ضرب الحصار عليها أو من خلال تهيئة بعض المفردات الإعلامية مثل مطالبة بقطع علاقاتها مع إيران في حين أن دولا من مجلس التعاون الخليجي الأخرى على علاقات عالية مع طهران من جهة أو بالحد الأدنى على علاقات متوسطة زائد بأن بعضها أيضا يعني له علاقات تجارية بالمستوى الأول مع إيران كما ذكرت قبل قليل وهي دولة الإمارات العربية المتحدة طيب سيد قواص إذا كانت الأمور تسير باتجاه هذه العودة للعلاقات بين السعودية وإيران أي مصير لأحد الأسس التي انبنت عليها الأزمة الخليجية وهو العلاقة مع إيران يعني أولا أنا أريد أن ألفت النظر وأن عدة مرات نقشنا هذا الموضوع أن الخلاف الحاصل حاليا بين دول ودول المقاطعة وقطر له جانب إيراني لأن الجواب الأساسية الأخرى ليس لها علاقة نعم ولذلك كنا أحد الأسس من هذه الأزمة صحيح بس يعني على مستوى الأرقام هناك 13 مطلبا أعتقد أن مطلب أو إثنين له العلاقة بإيران وعندما سحبت أو تم تجاوز هذه المطالب بانتجاه ما أسمي بالمبادئ الستة لم تمر هذه القضية ضمن هذه المبادئ الستة وبالتالي أعتقد أن هذا موضوع جانبي حتى لو تم إعادة العلاقات بين كل الدول الخليجية وإيران يبقى الإشكال مع قطر له فروع أخرى وله مواضيع أخرى ومع ذلك طبعا هذا موضوع بإمكاننا أن نطرحه ونتساءل عن مستوى العلاقة الآتية بعد ذلك مع قطر فيما إذا كان تم حل الإشكالات أراها ما زلت بعيدة المدى مع إيران ما زلت أرى أن الإعلام السعودي ما زال يهاجم الحوثيين وحزب الله والميليشيات العراقية لكنه يريد أن يأخذ جانبا رسميا متوازنا مع الحكومة الإيرانية أيضا لاحظ معي أن هناك من لن يقبل بهذه العودة المفاجئة سواء داخل إيران أو حتى داخل المنطقة العربية ولعرف أيضا إذا كانت المنظومة الدولية موافقة على خفض التوتر وتبريد الملفات خصوصا أن كافة الملفات ما زالت ملفات مشتعلة في العراق في سوريا في اليمن في لبنان وأن الخلافات ما زالت الأبرز في ذلك لذلك يجب علينا أن نتأنى ونكون حذيرين في مقاربة هذه المسألة سيد شمان كيف يمكن فعلا بناء هذه العلاقة المستقبلية أو عودة هذه العلاقة الدولوانسية بين البلدين بينما هما مختلفان تماما أو حتى أقول متواجهان في العديد من القضايا على أرض الواقع في سوريا في اليمن وغيرها بدون شك أن هذا جزء أساسي من سياسات تضارب المصالح بين الطرفين كدولتين أقليميتين كبيرتين وبالإمكان أيضا أن نضم إليهما تركيا لكن بصورة أساسية أنا أعتقد بأن جزءا أساسيا من سياسة المملكة العربية السعودية الصادمة كان في اليمن بصورة أساسية لم تعترف لغاية الآن وهذا جزء من حل الإشكالية المقبلة أو المفترض أن تكون مقبلة في اليمن أن تعترف بوجود واقع سياسي جديد مساند لإيران أو مؤيد لإيران وبالتالي أن تعترف إيران بالنفوذ السعودي في اليمن هذا جانب الأمر ذاته أيضا في سوريا قبل ذلك ربما أيضا السياسة الإيرانية كانت تحاول أن تبعد المملكة العربية السعودية عن التأثير والنفوذ في سوريا الآن أعتقد بأن الطرفين من خلال ربما حلفاءهم الإقليميين أو الدوليين أيضا وربما أيضا مؤتمر أستانا كده يشكل مظلة للاعتراف المتبادل بين الطرفين بحيث أن يكون أيضا للطرفين نوع من النفوذ أيضا في سوريا بصرف النظر عن النسبة ومن يمكن أن تكون دفته راجحة أيضا لو انتقلنا إلى العراق جزء من المأساة العراقية أيضا له علاقة بصراعات النفوذ الأقليمية التركية الإيرانية السعودية الأمريكية الروسية لو ذهبنا إلى الأبعاد الدولية لذلك حل الإشكالية العراقية أو التعقيدات العراقية أيضا تتطلب رسما لحدود النفوذ بين الأطراف الأقليمية وبالتأكيد بين الأطراف الدولية لو سحبنا كلامنا إلى أبعد من ذلك في لبنان على سبيل المثال بس نقطة واحدة هناك اعتراف متبادل إيراني سعودي بتقريبا ثبات نواقع النفوذ لذلك استمر الوضع اللبناني مستقرا على الأقل في حدوده الدولية سيد قواص هل المسألة ستكون كما قال السيد شمان هي إعادة رسم لمناطق النفوذ أما إنجرار طرف إلى مربع طرف الآخر يعني أنا أقترب جدا من ما قاله الأستاذ توفيق الذي وجه له تحية حول كيفية الوصول إلى نقطة توازن والذي يسمح هذه المرة بالوصول ممكن أن نصل إلى نقطة توازن هو شعور الطرفين بعدم القدرة على الانتصار على الطرف الآخر أنا أعتقد أن نقطة التوازن في اليمن بالإمكان التوصل إليها كما تحدث الأستاذ توفيق إذا تم أيضا التوصل إلى نقطة توازن في العراق هناك تواجد للدولتين للنفوذين في اليمن وفي العراق المشكلة أصعب وأعقد في سوريا خصوصا أن الشأن السوري أصبح شأنا روسيا أمريكيا بامتياز تشارك فيه إيران وتركيا ولا أعتقد السعودية ولا دول الخليج باستطاعتها أو تريد أن تقحم نفسها في الموضوع السوري إلا بما يساعد التفاهمات الحالية الحاصلة سواء أمريكيا سعوديا أو عن طريق أستانا ومقاربة أستانا لذلك أعتقد أن الأدوات أصبحت جاهزة للدخول في الدرجة الأول أو في العتبة الأولى من سلم مرتفع وقد نشهد فعلا مفاجآت إلا إذا كان هناك في إيران أو في أي طرف آخر سواء في الولايات المتحدة أو حتى داخل دول الخليج من يريد تعطيل هذا التقارب وصلت الفكرة حتى الآن تقاربا ذكيا حذرا وقد نفاجأ بنتائج إيجابية أشكرك جزيلا شكرا دكتور محمد قواص الكاتب والمحلل السياسي من لندن وأشكر رأسي توفيق شمان المحلل السياسي من بيروت ما في أجندة زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى ليبيا من أفكار يعتزم الطرحها على أطراف الصراع هناك في المحطة الأخيرة من حصد اليوم مع رول إبراهيم